شفت ازاي تتويج طبعا التسعى اهلي السنة اللي فات بطولة الافريقية وتوقعتك للبطولة الافريقية السنة دي. اه التسعى طبعا بطولة كلنا كنا مستنينها بدون استثناء مشجع لعيب اي ان كان ظروفها حتى كد صعبة بتوقف الكورونا بكل حاجة فيها كد صعبة جدا بان انت وقت مع سان دونس تاني وانت تختصر منهم السنة اللي قبلها فلا طبعا بطولة كد صعبة وختمت طبعا ان انت بتلعب قدام قدام منافس باعك طبعا نادي الزمالك نادي كبير طبعا وليه كل الاحترام ان انت تتيجي تاخد البطولة دي ده طعم تاني يعني دي لها مزاق خاص زي ما بيقوله انت خدت البطولة اللي غايبة عنك وفي نفس الوقت واخدها من نادي الزمالك زي ما هو مسلا كان ممكن يبقى كاسبانك مسلا في بطولة بلاها فرحان بها ان هو واخدها منك فما اصدقى ايه فانت طبعا واخد منه البطولة الاكبر اللي هو كتحلم وحلمك وكل حاجة انت واخدها في نهاية القرن زي ما بيقوله وانت في الاخر ربنا كرمك وانت اللي كست فطبعا كلها كلها طعمة خاص ومش عايزة قولك هي غايبة بقالها كتير والحمد الله برضو اول سنة قايت فيها في افريقيا واخدين البطولة فحسيت ان هو ايه اعرف انت كل حاجة تماشي الحمد لله زي الفل والسنة دي البطولة اعتقد يعني كلنا شفنا المجميع عاملة زي مجمع كلها صعبة ما فيش مجموعة صعبة مجموعة صعبة بدليل ان الزمالك نفسه اللي وصل السنة اللي فاتت السنة دي بره بره من دور المجموعات ده بيحصل في العالم كله انا مش بقلل طبعا طبعا بيحصل في العالم كله بس انا بتكلم ان هي دايما افريقيا فيها مفاجئات فان انت تلاقي اللي راح مش موجود تلاقي الاهل يصعد تاني مش صعد اول فتلاقي دايما الدنيا بيبقى فيها مشاكل وفيها لغبات اوليها حسابات ومستني داي يكسابلي وداي يخسارلي بس انت طول ما انت الموضوع بيبقى بايدك لا بيبقى احسن